انتشرت في الأوينة الأخيرة ظاهرة الكلاب الضالة التي تسبب قلقا للبعض والتي تتبين الأراء بشأنها وكيفية التخلص منها الكلاب الضالة تأثرون فيها موهن البيوت والسكن البيوت هل الجواخير والغنم والحلال والعمال اللي عندهم تأثرون في ظالة يعني ما يكون عندهم أكل فيأكلوا من الدجاج والحمام يتأثرون بالغنم وفي هذا الإطار يبرز دور الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في التصدي لهذه الظاهرة عبر عدة إجراءات لمكافحة الكلاب الضالة في مختلف المناطق طريقة الأولى اللي احنا ماشيين فيها اللي هي عملية استياد الكلاب الضالة ثم نوديها عندنا مأوى خاص لهذه الكلاب نتخذ فيها جراءات صحية طبعا نحاول نعرضها للتبني إذا ما لقين أحد راح ننقلها إلى موضوع القتل الرحيم الخطوة الثانية اللي في حل هذه المشكلة قمنا بعملية الإخصاء للذكور القتل الرحيم وعملية الإخصاء يراها مدافعون عن حقوق الحيوان جريمة فهل هناك حلول أخرى لهذه القضية؟ احنا ما ودنا طبعا نسوي هذا الشيء لكن دامنا فيه أزمة قاعدة شيء لازم تشوف لك أنسب حل لخفض هذا العدد الهائل من التلاب الضالة في الشوارب ولكن الآن في ضمن الظاهرة هذه والبلاغات اللي قاعديني اليومية أنا بيوجه التظل الآن بس أنزل الأعداد الموجودة طبعا أخفف الأعداد أقل للظاهرة هذه والبلاغات التي تيني ثم أنتقل إلى المرحلة الثانية وأنا بيوجه التظل يقلتش الخطين اللي ماشي فيهم يعني أتوقع ثمارهم راح أتي بعد سنة لما يقللون الأعداد هذه ممكن هالمرة أنتقل حق المرحلة الثانية اللي قلت عنها أحط لهم مايكروتوب أو علامة معينة أبين للناس ترى هذا الشلب ممكن الرفق بالحيوان هو ثقافة لابد أن ترسخ في المجتمع هدف ستسعى الجمعية الكويتية لحماية الحيوان إلى تحقيقه